اشتركوا في القناة 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 حتى الريفلكس بوستر ما هي شيء ابدي وتخلص مع الاستخدام زي ما تشوفون فيه عداد استخدام هنا الحين قاد ينقص 24 فمع الوقت راح ينقص حتى لو انك ما تستخدم البوستر راح ينقص فبيعطيك وقت معين بحيث انك تستخدم البوستر هذا وتقدر انك تستغل كل وقت فيه واللعبة راح يكون فيها كثير من الاماكن بحيث انك تتشغل مخك صح زي هنا الحين العدو وراج دار وقعد يطلق عليك وتمذك زو شيء فايش تسوي كل بساطة تبحث عن طريق ثاني بحيث انك تقدر تجي من وراء من هنا مثلا وتجي من وراء العدو وتقتله وبكذا تكون استفت ان تصليق كون قدر طبعا خويك زي ما دخل هذي خشة المصارحين في العبه راح يكون فيه لمسات كثيرة متنوعة جميلة جدا بحيث انها تعطيك اعساس انك عايش في هذا العالم مثلا هنا اول ما تقوم بغرفتك من النوم تقدر تفتح الاستارة وتصبح على الصباح بشكل جميل وتقدر تشوف المدينة في كل مكان فيها وطبعا زي ما تشوفون تفاصيل ايضا في الغرفة دقيقة جدا بحيث تحطيك تفزيون ابجورة واشياء كلها وطبعا زي ما تشوفوا الاشياء الحمراء هذي بحيث انك شاء تستخدمها وهذه غرفة الاسلحة اللي خاصة فيك بحيث انك تقدر تخزن فيه اسلحتك اللي تقدر تطلحها زي ما تشوفوا فيها اماكن كثيرة فاضية فيها تقدر فيه سيف كتنة مسدسات قنابل رشاشات بكل اشكال فكلما نجيب العاب اسلحة اكثر في اللعبة تقدر تحطها هنا خلناخد نظر مقربة على واحد من الاسلحة والخصائص المكتوبة فيه او شان عندنا اسم السلاح فدريتت عاربز بانديكيتر بعدين رير ويبين يعني الندرة حقتها طبعا كلما تكون الندرة اعلى كلما يكون السلاح فيه خصائص اكثر واشياء رهيبة طبعا اللعب العاب الربجي بيعرف ان فيه حاجة تسمى ايبك والاشياء هذي وطبعا تحت عندكم الخصائص حق الدي بي اس والاشياء هذي الخاصة في الاطلاق والتحديد والاشياء هذي في المسدس واخر شي تحت عندنا ايضا الرينج البعد الانتشار الريكويل مدى الاسترجاع طبعا لانها لعبة ار بي جي فهذا كثيرة بيأثر قدام لما تقاتل الاعداء فهذا الشيء بتحطه في الحسبان وايضا لانها لعبة ار بي جي فاللعبة فيها دروع تلبسها واحد منهم الجاكيت اللي تشوفونا هذا خلونا ناخد نظر مقربة للخصائص الموجودة في الجاكيت زي ما تشوفونا اسمه ساموراي جاكيت ونوعه انكمون جنرال وزي ما تشوفونا فيه ارتفع درجة واحدة معنات اللعبة فيها خمس درجات من الندرة وطبعا فيه خاصية مر ميزة فيه انكريس ستريت كريد ستريت كريدت هي الاكسبيلينس في اللعبة وعن طريقة كل ما تخلص مهمات راي يعطونك ستريت كريد اكثر وهذا راح يزود خمسة في المية اكثر بحيث انك ستريت كريدت لفل اسرع وهذا الاشياء تفتح فيها محلات اكثر وتفتح فيها ايضا قدرات جديدة لك كلاعب بلندن الخصاص الثانوية الثانية او التحمل الجسدي ثم الريزستنس التحمل اللي ضد الاشعة وباقي الاشياء الثانية مثل اي ام بي وايضا الكيميكا الريزستنس كل هذه اشياء بتساعدك في اللعبة ويكون مناعة ضدها واحدة من اهم المزايا في عالم لعبة سايبربانك 277 ان العالم كله تقدر تتصل فيه او يتصل معك زي هنا مثلا اللوحة هذي تغيرت لما قربت منها وورتك محل او خنقول مكينة تبيع مشروب معين هذا المشروب يرد لك الطاقة تدريجيا طبعا انت بتشوف هذه العلامة بعمل بتشوف من يصار وين معلمة المشروب هذا او المكينة لتبيع المشروب وزي ما تشوفون قدامكم هذه هي المكينة لتبيع المشروب وهنا تشوفون واحد من محلات الاسلحة المنتشرة في اللعبة بحيث تقدر تتخذ داخل تشتري لك سلاح تطور اسلحة ويلى ذلك العالم في السايبربنك عالم مفتوح ومليان زي ما تشوفون حياة يعني حتى لانك ما تسوي شي الحياة حق الناس رح تستمر ورح يكون يسوون اشيائهم اليوميا وغير كذا الهدف من اللعبة ان تسوي لك لعبة عالم مفتوح من غير اي شاشة تحميل او لودنج وبكذا ما في حاجة رح تعوق تجربتك انك تتجرب كل شي بالعالم هذا الجميل اللي تشوفونا قدامكم وطبعا لعبة مليان فيها شخصيات متنوعة تاخذ منهم مهمات منهم يكون الاستقام منك ومن اعداء زي هنا واحد بيعطيك مهمة الحين يقول لك انك لازم تروح مكان وتسترجع سلاح الي انصرق منه وطبعا لازم يزودك في معلومات عن المكان والشخص اللي بتقابله والاشياء اللي تحتاجه في المهمة هذي فكل اللي بيسوينا بيعطيك فلاش او حاجة زي الفلاش شكلها وانت بتحطى عندك لانك انت اصلا سايبورغ يعني انت نص انسان ونص آلي فزي ما تشمل الخليط اطلع قدامك كأنها شاشة من عيونك طبعا كل هذا تشوف قدامك فبتشوف هنا المكانة اللي تروح له وهذا اللي لازم تسترجعوا منه السلاح وهذا الشخص او البوس اللي سرقلت السلاح منه وهذا الشخص اللي لازم تتصل معها بحيث انك تنسق معها كيف تقدر تساعدك او تساعدها في المهمة هذي في اللعبة لك الحرية الكاملة بحيث انك كيف تبدأ مهمتك وكيف تستخدم الخطوات المعينة بحيث انك تنهيها وهنا الخطوة اللي راح يستخدموها بالدمو ان اللي يسوه اتصلوا على الشخص اللي المفروض تتقابل معه وطبعا بعد ما اتصل عليك تشفت انها شخص مرة عصبي ومزاجي فعشان كذا بتكون حاجة مزعجة وكل اللي سوتها انك علمتك عن مكان راح تقابلها في هناك خلوح نقابلها بس قبل ما نقابلها خلونا نجهز نفسنا اكثر لانه زي ما تشوفهم بنروح عند عصابات ونحاول نسرق منهم اداة خطرة او سلاة خطر فما نعرف ايش بنقابل هناك وانت زي ما قلت عبارة عن شخص سايبرغ نص الي نص انسان وبكذا تقدر تطور خصائص عندك انت بحيث تساعدك في الامة هذي هذا الشخص واحد من الاشخاص اللي منتشرين الدكتور خلو نقول نسميه بحيث انه يقدر يساعدك بتطوير الاشياء الموجودة فيك زي ما الدكتور يسوي لك ينومك على السرير وبعدين يجهز العدة حقته هنا طلع عين من عنده عين طبعا صناعية وحطها في مكان معين بحيث انه يقدر يجهزها ويزرع العين هذي فيك وثانت اجهز العين عطاك فرصة بحيث قال لك انك ابحث بالكتلوج ايش الاشياء التي بتطلبها خلونا ناخد نظرة اقرب على الاشياء التي قلت تشتريها هنا من خصائص تطور نفسك فيها زي ما تشوفون هذي اثنين من الكيروشي اوبتيكل سكانر الباحث البصري في نوعين نوع سكانر ام كي وان و ام كي تو طبعا ام كي وان اقال من ام تي تو من ناحية السعر ومن ناحية الاداء هذا شي يسوي هذا يسوي سكان للاشياء اللي حولك ويقدر يطلع لك منه معلومات نقاط ضعف وحاجة زي كده زي ما تشوفون في حاج اسمه يومانيتي كوست يومانيتي كوست هذي ما شرحوها في اللعبة او خنقول في الدمو هذا لكن اللي توقعي انه يكون زي لفل معين بحيث انك ما تقر تاخذ ام كي وان الا لما ترفع الهومانيتي كوست حقك الى رقم اثنين وتقر تاخذه وما تقر تاخذ ام كي تو الا ما ترفع بيومانيتي كوست حقك الا رقم اربعة وطبعا السعر تحت زي ما تشوفون وثاني خاصية رح نشتريها هي شخصية اسمه ساب درمال جريب فكرتها انها تخليها تجد تستخدم الاسلحة المقفلة او المقفلة طبعا في الدمو مش رحوش قسم بالاسلحة المقفلة بس توقعي انه زي الجوال لما يكون مقفل من شركة معينة فعشان تستخدمها لازم تحتاج هذه الخاصية بحيث انك تستخدم هذا السلاح خصوصا زي ما شفنا كل سلاح لشركات تسوي وطبعا يزيد بكل ضرباتك الاساسية اللي تستخدمها بالسلاح هذا ولدي البصرية اللي حطيناها راتتي قدرة انك تقدر تزوم الاشياء مبعيد وتشوفها عن قرب وراح تستخدمها انك تتحلل اي ايتم اي شي تشوفه في اللعبة تتحلله وايضا تقدر تطلع نقاط العدو وغير كذا تقدر تطلع من وين العدو هذا ينتمي اليه لاي فرقة بالنسبة للخاصية الثانية اللي شرناه اللي هي سب درمال وابن غريب زي ما تشوفون شكلها غريب جدا بحيث كأنها في العنفزيه اشياء تلمس المسدس وتحكم فيه وهذا يخلي المسدس نفسه يتصل بالنظام البصري اللي اخدتها وبكذا كتشوف معلومات اكثر عن المسدس وايضا عداد طلقات الرصاص والحيب بعد ما جهزن نفسنا نقدر نبدأ مهمتنا وعشان نروح للمكان المقصود اللي قالت لنا في هذهك لازم نروح عن طريق وسيلة التنقل ووسيلة التنقل في اللعبة الموجودة هي السيارة وتقدر تسوقها واللعبة راح يكون فيها سيارات كثيرة مختلفة انواع واشكال واشياء فيها زي ما تشوفون تفاصيل جدا دقيقة في السيارة من داخل العداد السرعة اشياء ثانية الى الان صراحة ما ادريش فايدتها لكن فكرة انه يوريك كيف الواقعية في اللعبة وكيف ان قيادة السيارة راح تكون عنصر مهم جدا بحيث انك تتنقل في العالم الكبير المفتوح اللي موجود فيها اما بالنسبة للسواقة نفسها فيبدو لي انها سواقة نوعا ما كويسة لاني صراحة لازم تسوق السيارة شان تعرف كيف التحكم فيها فهذا النقطة ما اقدر اقول لكم ايش رايي عنها وهنا في عصابة اعترضونا وطبعا قلت لصاحبي انه يمسك هو يسوق الدركسون عني السيارة وانا قلت طلق عليهم زي ما تشوفون الايم في اللعبة نوعا ما صعب لكم نوعا ما مساعد جدا يعني في اوتو ايم في اللعبة ومو بس كده الطلقات صايرة مش زي العاب كولف دوتي المحوولة انك تطلق خلاص هج شات لا الطلقات صايرة زي نظام الار بي جي بحيث انك يطلق لها دامج معين في اللعبة فيعطيك رقم معين بحيث انه ينطق زي ما تشوفون بايضا العالم اللعبة جدا جميل وهذا السيارة من برا فهتي كتسوق السيارة من منظور الاول تشوفونها تو وتقول ان تسوقون من منظور الثالث وهذا بعطي حرية كبيرة الاشخاص كثار يعجبهم ان يسوقون في منظور الثالث وانا صراحة نفضل نسوق منظور الثالث شو نشوف العالم كله وشوف جماله طبعا فيه ناس حابين يسوقون منظور الاول عشي يشوفون السيارة من داخل والاشياء اللي فيها موجودة من احد التفاصيل وصلنا لمكان المعهود وزي ما تشوفون هذه العصابة او الناس اللي ينتظروننا قاعدين تحت ينتظرون وما يدرون حنا لسه وين مكاننا وهنا راح نستخدم خاصية النظام البصري الجديد اللي شارعناه بحيث نقدر نشوف ايش الاشياء الموجودة فيه من ناحية نقاط ضعف والاشياء هذي فخلونا نوقف الحين هنا شوي ونقرأ مع بعض المعلومات اللي بتطلع لنا بالشاشة اوكي ما استفدنا شيء لان شخصية هذي واحدة من شخصياته في اللعبة اللي ولا شي معروف عنها فخلونا نوقف الحين وندولنا شخصية ثاني بحيث نقدر نقرأ الاشياء الموجودة فيها وتفيدنا اكثر وبعدها رحنا بيشوف شو السالفة معاهم لكنهم فجأة باغتونا وضربونا وبعدها تحت عديد السلاح حطوا قطعة شبكوها فينا وهذا القطعة تعتبر زي كاشف الكذب وهنا يجي حاجة جدا مهمة اللي هي الخيارات في اللعبة طبعا اللعبة من نفسه مطورين لعبة داوتشر فعشان كذا دائما يكون في خيارات فيها وهذه اللعبة ايضا فيها خيارات بحيث انك تقدر تمشي مع مصار القصة وكل خيار رح تترتب عليه اشياء قدام في القصة تتغير خلونا نوقف لحظة ونشوف الخيارات اللي كانت موجودة عندنا اوش نلاحظ في الوان الخيارات اللون ازرق واللون اصفر من لعبة وتشر ثري اكتشفنا ان اللون الازرق معناتها انك تسألها سؤال ولكن ما رح تنيلم حادثة وتطر نختار واحدة من الخيارات اللون الاصفر هنا في خيارين او نقول ثلاث خيارات خيار الاول هي سألتك هل معك احد او لا انت تقولها اي معي احد او تقولها لا انا جيت الحالي ولان في لعبة سايبربانك 27 انت اللي تحدد قصتك فاعطوك خيار جديد بحيث تقدر تطبقه على البوديكارد اللي معاه هو انك تمسك المسدس يعني انك تمسك المسدس وتحاول انك تحاربه طبعا في هذه الاهذة اللي مساوي الدمو قال لك ما ما انصح تسويها لان لفلهم ذولي مرة عالي فما رح تقدر عليهم كل احوال والخير اخترت اي اي انا الحالي ما معي احد وعرفت انك الذابة من جهاز الكذب اللي عندها فعطتها بطاقة فيها خمسين الف وقالت لنا روحوا اشتروا البضاعة المسروقة اللي موجودة هناك فحنا نستهاربنا قلنا كيف نشتري بضاعة مسروقة فقالت ما يهمني انا انك تشتري ولا لا اهم شي ان الكرت هذا يكون موجود في الشبكة اللي عند العصابة وطبعا قبلنا المهمة واخدنا الكرت ورحين نتوجه عند مكان العصابة وصلنا المكان الموجود في العصابة وطبعا هنا ايضا ان له بعضاتك حرية الاختيار يعني انك تهجم بسلحتك وتروح تحاول تغامر او انك تمشي مع الخطة المعهودة وهنا في الدمو قالوا انه رح نمشي مع الخطة المعهودة لان المكان هذا اللي بيدخلونه كله من فوقه لتحته كله موجود في اسلحة في كل مكان وانفخخ في كل مكان وبعد ان نوصل عند مكان العصابة وسير فيه نقاشات كثيرة وحوارات كثيرة وراح يستعرضون لنا الاداء اللي لازم نشتريها منهم زي ما تشوفون هذي قدام انه اهددنا بالسلاح وانفخخة في السعودة من المسطنين انهم يوجد وضعون من المسطنين وانفخخص في الاختيار يمكن ان تذهب لأيه كل مكان حسناً انظر لك انظروا هذا انه موضوع جداً ايضاً كلاً وعند ان الاختيار يبدأ من المسطنين وانفخخص في الاختيار وفجأة يدخل علينا زعيمهم أكبر واحد فيهم وقعد يهددنا بالسلاح وش عندك جاي هنا فالاختيار اختاروا انه فيه فلوس في هذه الشيب او هذه بطاقة تصرف هذه راح قال هل انت متأكد انك معملتك يعني اللي حين شاك فيني اني انا اصلا جاي من جهة ثانية غير الجهة اللي ارسلتني اشتري منها فقلت لديكستر شودان اللي شفنا بالسيارة هذاك اللي يد ذهبية هو اللي ارسلني وهنا جاني خيار دروق وابن فاللي بيسوي انه نطلع للمساعدة سلاح حقنا ونهددهم بحيث انه نقول لهم مو بس انتم اللي عندكم اسلاحنا عندنا اسلحة ومو بكيفكم بس انكم تهجمون علينا فالحين بيصير انه يقول خلاص كم عندك خمسين الف اوكي تفضل هذه الخمسين الف ياخذ البطاقة وبيحطونها بالصراف عسي ياخذون الفلوس ويعطوني الاداة اللي احتاجها لكن فجأة الكهرباء تنقطع واكتشفت ان اللي كان موجود في الصراف مو فلوس لكن فيروس وهذا فيروس قاعد يخرب عليهم فالحين كلهم قاعد يهجبون علي وقاعد حاول تطلق عليهم مع اساس انك تهرب بحيث انه هذه صارت مكيدة ومصيدة لك من الاول بعد ما قتلوا كلهم قبل ما نطلع من هنا نروح نستكشف الرجال هذاك اللي كان عنده القطعة اللي تتحكم في العنكبوت فانا قدلنا نسوي لناخذ القطعة مننا هذه زي ما تشوفون وهذا مينيو اللعبة قدلنا ناخذ وقفة هنا ونستكشف مع بعض المينيو الخاص في اللعبة ماذا ما نشوف هنا فيه مستوى اللاعب المستوى الثاني وايضا فيه الستريت كرد حقه اللي هو لقلنا هذا زي الإكسبيلس او نقاط الخبر عندنا نقطة واحدة ما استخدمها لسه وطبعا تحت فيه الأشياء اللي يتصدى ضدها الفيزيكل تحمل حقه والثير من الأشياء هذه الثانية بعدين عندنا أماكن حق الدروع فيه عندكم الرأس والوجه والجسم والصدر والجكيت وايضا البنطلون يعني عندكم ست أماكن للدروع تحطونها وبعدين عندنا هنا أربع أماكن أسلحة تقلون تحطونها طبعا المكان اللي صار هو مأخوذ باقي ثلاث أماكن ثانية مش مأخوذة وعندنا فوق تبين القوائم الموجودة في اللعبة عندكم كوديكس هذه بتكون أكثر شي بيكون فيها الرسائل اللي تلقاها والأشياء اللي تلقاها بعدين عندنا كويس المهمات الجانبية أو المهمات الأساسية تكون كلها موجدينا وعندنا البايومانيتر أتوقح هنا بيكون في الطاقة حقتك وإش الأشياء اللي تقدر تزودها في الطاقة حقتك يمكن زي فكرة الميوتجن في ويتشر احتمال كبير الاشياء اللي تشبه قدامكم اللي هي الأسلحة والأشياء هذه والجي بي اس بحيث أن يوريك الخريطة حقت اللعبة اللي كرافتينج بحيث أنك تقدر تسوي كرافتينج تدمج بين أسلحة وتضبط نفسك وبعدين عندكم السوشال هذا للحين ما عارف إش فاعدته بس توقع بيكون المكان اللي ينحفظ فيه معلومات عن الشخصيات اللي تقابلها سواء شخصيات أصدقاء أو أعداء زي الموجدة أيضا في ألعاب ويتشر وآخر شي عندنا مكان اللوتد آيتمز أو الأيتمات اللي أنت أخذتها طبعا زي ما شفت أنت أخذنا شي اسمه سبايدر بوت سبلينتر اللي يخلينا نتحكم بالرجل آلي وعندكم هنا الشيلد وعندكم هنا العصير اللي أخذناها بداية اللعبة والحين خلونا نكمل نظام المعاينة أو الإقزامن في اللعبة يخليك تستكشف لأي أداة بشكل أقرب بحيث تكتشف فيها أشياء سرية موجودة فيها أو خواص تقرأ عنها وتتعلم منها زي ما شفتوا هذه القطعة اللي نشوفها حق التحكم بالعناكب والحين نركب القطعة واليوع سبيل أخذنا اللي يتحكم بالعناكب زي ما تشفون وهذا هو فلات هيد اسم العنكبوت اللي قدامنا وهذا بيصير يساعدنا كم بي سي بحيث أن يهجم العداء ويسوي لك مهمات ثانية في اللعبة وهنا لقيني سلاح جديد شوتقن وهذا يتبر من نوع الأسلحة التقنية في اللعبة أو التك وابنز وهذه ميزتها أن تخترق الجدران تكون جدا قوية والشوتقن اللي قناه هذا في طريقتين إطلاق نار طريقة أنه ينطلق زي الشوتقن عادي وطريقة أنه ينتشر بشكل أوسع اللعبة في خواص كثيرة كشخصية تستخدمها أو وظائف هنا وظيفة الهاكر تحتاجها عساس تقدر تسوي تهكير للمكان هذا بس طبعا اللعب نلعب فيه ما عندها طريقة للتهكير لكن عندها خاصية تانية من نستخدمها الحين وهي خاصية الانجينير أو الهندسة وتمكنك أنك تقدر تصلح الأشياء تفك الأشياء أو أنك تركبها بمكانها أو خواص ثانية تبيدك في اللعبة قدام من هذه النقطة المطوري قالوا أنهم فتحوا أكثر الخواص اللي موجودة في اللاعب لما يكون لفلا مرة عالي عشان سيستعرضون لك الأشياء الموجودة فيه فخلونا نشمع بعض الإمكانيات الموجودة واحدة من الخواص الجديدة لفتحوا لكيها هي ارتداد الرصاص عن طريق الجدران وهذا يتم عن أنك تفتح خاصية العلاقة بالعين بحيث التحديد حقك يكون عن طريق الجدران وتطلق على الناس من خلف الجدار أو يكون جنب الجدار أو وراء عائق يكون محمي منه وهذه خاصية العلاقة بالبصري اللي هي أنك تقدر تشوف العداء من خلف الجدران وبكذا تقدر تقتلهم لوك عندك سلاح يخترق الجدران بطريقة فتعك وهنا لقينا واحدة من أقوى الأسعى في اللعبة والإبيك ويبينز ويعتبر واحد من السمارت غنز أو المسدسات الذكية الخاصية المهمة في هذا المسدس أن طلقاتها تلحق العدو وزي ما تشوفون عساس تحطه تحطه في أي خانة تبغاها حطها بالخانة هذه وبعدين الحين لما يطلق الطلقات نفسها راح تمشي من نفسها وتلحق العدو وين ما يروح وهنا راح يستعرضون حاجة جدا رهيبة في اللعبة وقالوا أن هذا الحاجة احتمال تتغير في اللعبة النهائية فكل ما يصير أنك تهجم على العدو من وراء وتشبك في السلك الموجود بيدك وبكذا راح تدخل على الشبكة الموجودة في كل الأعداء الموجودين هنا يعني راح تدخل على شبكة العصابة نفسها وهذه تفيدك بأشياء كثيرة تفتح باب مقفلة تتحكم مجموعة كاملة تخلي الناس ما يستخدم أسلحتهم في أشياء كثيرة بتشوف لهم إفادة أكثر وهنا فتحوا خاصية الكويك هاك أول هاك السريع وطبعا زي ما تشوفون هذه الخواص التي تشوفوا قدامكم هذه كلها خواص حق لفل مرة عالي الكويك هاك ميستو أنه يقدر تسوي تهكير للشخصية العدو وبحيث أنك تهكر سلاحه وتخرب له وزي ما تشوفون حض بيروس على السلاح وحل لما ينزل ويهجم على هذا الشي أو العدو هذا العدو اللي جنبه بيحاول يطلق بالسلاح حقه ما راح يقدر يستخدمها لأنه مهكر فيقدر يذبها وطبعا سلاح تشوفون قدامكم هذا واحد من الأسلحة الموجودة قدام الخواص جديدة خاصة إن جديدة مفتحت مثلا تقدر إنك تقفز النقزتين أو إنك تنقذ من الجدار إنك تنقذ على الجدار يعني تنقذ عن بعيد عنه وأخيرا هنا وصلنا للزعيم طبعا زعيم لابس درع قوي فعشان كذا نسوي له معاينة ونشوف إيش رطى الضعفة خلونا نأخذوك في الصغيرة هنا نستكشف ونشوف ما بعض إيش الأشياء طلعت لنا في الشاشة أول شيء اسم العدو رويس البوس ثاني شيء نوع الدامج حقه ثيرمل يعني ناري والمناعة عنده عنده مناعة متوسطة ضد الرصاص مناعة عالية ضد النار ومناعة عالية ضد السم ومناعة قليلة ضد الكهرباء ودرجة الخطر حقه ديدلي مميت وعنده ثلاث نقاط ضعف مكتوبة وبين تحت تكاتب لك او تلميحة ايش تقدر تساوي عشان تكتفوز عليه او تساعدك تفوز عليه بحيث انك يقول لك طور المناعة ضد الثيرمل لان هذا الثيرمل فالطبيعي تطور المناعة ضد الثيرمل وضد الحرارة وزي ما تشوفون النقطة ضعفة بانت اللي هو الصندوق البرتقالي هذا الشيء الحيلي اللي تطلقون عليه هنا لاحظوا بيتي واحد اللي هو الصاحبي الموجود اللي هو جاكي شوش بيسوي الحين شو السيارة شو بيسوي فيها بيرفاحها بيستخدمها كشيلد فيوريك انه تقد تسخدم اشياء كتير حولك كالدفاعية فهو صد الطلقات الجامد من السيارة وانت قد تجي من ورا وتسخدم الطلقات اللي تلحق العدو بحيث انك تدمر فيها الصندوق اللي تشوفونا قدامكم هذا اشتركوا في القناة وانا بعد ما دمرت الدرع تقدر انك تقتل الزعيم وتنهي المهمة وبكذا نكون وصلنا الى اخر الدمو ان شاء الله تكون سمتعتوا معنا ان شاء الله تكون سفدتوا جدا منه عطونا رأيكم بالتعليقات وعطونا ايضا هل تمت حمسين للعبة ولا لا وايش الاشياء تتوقعون وانا رح تكون في اللعبة كما معكم فتش شيحة يعطيكم العافية مع السلامة اشتركوا في القناة